اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد قليل رحلة بين المسموح والممنوع وبين الاعلام والسياسة في مذاكراته الشخصية في غاية الاهمية التي اصدر منذ ايام قليلة تحت عنوان عشته مرتين استاذ حمدي انديل اواصل معك المسج بين الماضي والحق انتخابات الرئاسة هنا البعض حيتعامل مع انتخابات الرئاسة على انه المنصب قد يختطف في ظل انه جماعة الاخوان بالتأكيد هتلعب في انتخابات الرئاسة وانه الشخصية الوحيدة التي يمكن ان تحقق اكتساحا شعبيا يقينة من مؤامرات الاخوان هي شخصية المشير عبدالفتاح السيسي هل تعتقد ذلك ولا ما زلت على يقين من انه الافضل ان يبقى في منصبه لا طبعا هو الوجهة النظر كلها انه كان الافضل بالنسبة لبلد بعد ثورة 25 يناير ان نتخلص من حقبة الحكم العسكري وانه افضل شيء بالنسبة لبلد ويثبت انه ثورة يناير دي فعلا احداثة تغيير جدري في المجتمع من علامات هذا التغيير ان يتولى رئاسة الجمهورية مدني انما كل كلام ده اللي انا قلته لالوغيريا عن صباحي ولا عن عمرو موسى ولا عن وعن وعن وكل واحد مننا له خريطة مختلفة عن الاخر كل ده خلاص كلام اصبح من الماضي النهاردة النهاردة فيه ترشيح احنا كنا بنقول كل الاقتراحات دي انا كنت لما اقترحت هذا الاقتراح كنت باعتقد انه المشير السيسي لسه بيفكر في الايام اللي سبقت دي ويمكن لسه بيفكر لغاية النهاردة ما حدش عارف طبعا الاغلب الزن انه الترشيح قادم ويمكن خلال ايام قليلة والبعض يقول خلال ساعات فكل الافتراضيات دي كانت في الماضي النهاردة بقى فيه مرشح قوي عليه اجماع ساحق عليه اجماع ساحق لا شك في ذلك انا بس بناشد كل هؤلاء المتحمسين للفريق السيسي واللي عايزين يبقى رئيس في الطبع بناشدهم يخفوا شوية في استفزاز الاخرين لان احنا عايزين في النهاية عايزين معركة رئاسية محترمة تليق ببلد محترم معركة رئاسية محترمة يعني معركة فيها تنافس قد يكون التنافس غير متكافئ انما لشك انه من المتطلبات الاولى ان يكون هناك تنافس فما فيش داعي نجرح في اي حد اخر يتقدم لهذا المنصب مهما كان رأينا فيه وانا شايف كمان انه ما فيش داعي للصخب الزائد ما فيش داعي مش شايف انه المشير السيسي محتاج لمؤتمر دعم مش مش محتاج للزفة مش محتاج يعني هو انتو اللي حتى تكسبوه مش انتو اللي حتى تكسبوه وخاصة لو في هذه المؤتمرات وفي هذه الحملات والمنظمات والكذا تبرز وجوه قميئة بتنتمي الى العهد الماضي عايزة تتصدر المشهد من جديد فهذه فرصة الوحيدة فخفوا شوية خفوا شوية واللي انتو عايزينه اصله حيتم بدونكو بيكو بدونكو يعني هيتم بالارادة الشعبية اصل الناس تفهم انه هيتم بالتزوير لا 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 تم بالارادة الشعبية احنا طول عمرنا احنا من ايام زمان واحنا الشعب هو المعلم تربينا كده من شعب هو المعلم وارادة الشعب وكل واحد النهاردة اللي عنده برنامج في التلفزيون اسمه مش عارف ايه الشعب لازم فيه الشعب ولازم فيه ارادة الشعب وما شكل ذلك طيب انت طبعا يعني طبعا يتم بشكل في معركة انتخابية شريفة تدار بدقة وتدار بشفافية وتحت عيون العالم وعيون مصر اولا واخيرا ده اللي يهمنا اه ما فيه شك في انه الشفافية مطلوبة شدة يعني ولا بد ان تتضح هذه الشفافية للعالم كل طيب هنا في بعض الاسماء لكن هنا انت بتشوف انه بشوف المعركة حسمت حسمت بترشيح باعلان الترشيح الرسمي للمشير السيسي تحسم المعركة مسبقا مهما كان فيه مطبات متوقعة من هنا وهناك طيب طالما انها حسمت اذا جاز لك ان تقدم النصيحة مع انه البعض زي ما انت بتقول انه نريد تنافس يعني لكن هنا اذا كانت قد حسمت هل تقدم النصيحة للاستاذ حمدين صباحي مثلا انه لماذا تدخل معركة محسومة انا قلت من حوالي عشر ايام منشورا قلت حمدين صباحي فرصه منعدمة 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 تحب تقول تكاد تكون منعدمة ممكن انما على اي حال هي منعدمة او شبه منعدمة ليه للاكتساح الساحق للجانب الاخر الاكتساح الساحق لمؤيدي الفريق السيسي ففرصه شبه منعدمة لهذا انا اكبر في كثيرا هذه الشجاعة ان يتقدم للمعركة بالرغم من انه فرصه منعدمة او تكاد تكون منوجة نظر يعني يمكن هو يراها بشكل اخر انما لو كان هو يراها فرصه ضعيفة ويتقدم بالرغم من فرصه ضعيفة ليثبت لنفسه ولجمهوره ولمصر وللعالم انه في معركة انتخابية شريفة شيء احيي فيه كثيرا طيب ايضا الكلام عن الفريق سامع نان يعني هنا خوضه بس هو اسمح لي يا استاذ الزوائل هو المدخل هذا بالطعن في بيان القوات المسلحة مدخل ما اعتقدش انه مدخل منطقي الحقيقة بيان الطيار الشعب اليوم بيان الطيار الشعب اليوم في الطعن في نوايا القوات المسلحة وانها تتدخل في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر وانها تميل مرشح على حساب الاخر انا كنت اود شخصيا ان لا يكون هناك مثل هذا البيان نظريا يعني حتى لا تثار الشبهة حوالين ان القوات المسلحة بتدعم مرشح ودخلنا القوات المسلحة كثيرا رغم عن انفها او يمكن برادتها دخلناها في هذا المعترك السياسي اللي هي لابد ان تترفع عنه او تتنحى عنه انما انما برضو انا يعني بفكر بشكل عملي احنا انا وانت وثلاث اربعة مننا احنا المجلس العسكري واحد مننا ده هو وزير الدفاع ده هو رئيس المجلس العسكري اغلب الظن انه حيطلع او لسه بيقرر انه يترشح او ما يترشحش وفي الغالب الناس كلها بتقول انه حيترشح ما عرفش هو قال لهم ايه في الاجتماع وهم قالوا ليه ما عرفش انما المهم وزير الدفاع رئيس المجلس سايب المجلس وحيرشح نفسه ايه اللي يقف المجلس ساكتا كما لو كان بيقول خلاص خلينا نخلص يعني مهمة اه لابد ان يصدر بيانا يعني ماشي كده وخلاص لابد ان يصدر بيانا ما وفي مثل هذا الاستقطاب اللي احنا عايشينه والمعارك السياسية الحادة الخصم لازم هيختار جملة ولا كلمة هنا ولا هنا عشان على اي حال من مش من واجبه بس انما طباقع الامور انه حيطعن في خسمه اه ونرجو ان يكون الطعن دائما بشرف على اي حال اه بس انت كنت تفضل اه الا يصدر الطيار الشعبي هذا البيانة الذي اصدره اليوم كنت افضل ذلك اه انما هو من حقه وطبعا انه يصدر اه اي بيان يقيم في الحالة خاصة المتعلقة بخسمه انما كنت افضل ان لا يكون على هذا النحو طبع لانه هنا البيان فيه اتهام للجيش بانه اقهم نفسه في الحياة السياسية واصلو يعني كمان استاده ويمكن عن حق انه اول صيغة للبيان وزيعت على الناس انه المجلس بيفوض اه بس دي كانت عن مصدر مجهل وبالتالي لا يأخذ بلا استطيع ان انا لو حد قال لي قال مصدر مكرر من حمدي انديل ده لا يأخذ اه لا يحسب عليها المجلس انما هذا الذي شع في الاول وتصحح فيه ما بعد انه ماهش تفويد لذلك بقول انه ماهش سليم الطعني في هذه النقطة بالذات طيب قبل ما اسأل عن فريق سامعنا هل تعتقد الدكتور عبد نعم ابو الفتوح سيكون مرشحا لجماعة الاخوان اذا ما خاض الانتخابات هو او الدكتور محمد سليم العو انا اعتقد انه بالذات بالنسبة للدكتور عبد نعم ابو الفتوح اعتقد انه الاخوان لا يطيقوا احدا من المنشقين عليه يعني ارتكب اكبر الاوزار من وجه التظارهم انه انشقع عن الجماعة هم برضو براجماتيين يعني عمليين لو رأوا ان هناك مرشح قوي حتى لو كان عدوهم في السابق حيقفوا الى جانبه في هذه المعركة المعركة الانتخابية القادمة انما عندهم مرشحين تانين يقدروا يلعبوا عليهم مرشحين تانين لكنهم في كل الاحوال انت واثق انهم سيخوضون انتخابات الرئاسة سيشاركون فيها بالدعم السري والعلني اغلب الظن مش اغلب الظن يكاد يكون من المؤكد انه دي فرصتهم الوحيدة لكي يظهروا بامام المجتمع اللي بيراهم الان كجماعة ارهابية عايزين يستعيدوا الوجه انهم قوة سياسية موجودة في المجتمع ولها مرشح تدعموا من وراء او من امام ستار وعندهم فرصة افضل من عبد المعنى عبد الفتوح او سليم العوة سليم العوة تكاد لا تكون هناك له فرص لكن اذا دعمته الجماعة من تحت لتحت او علنا اعتقد عندهم من وجه التظارهم هم مرشح افضل هو لو تقدم والاغلب الظن انه سيتقدم الفريق سامعنان سامعنان يعني تكاد تجزم انه الفريق سامعنان اذا تقدم فهو مرشح الاخوات تحليلي للموقف بس ده مش خطر انه المؤسسة العسكرية بتقاليدها حتى الذين هم على المعاش يعني في التزام بتقاليد المؤسسة العسكرية هنا المغزى واضح الاخواني بيضربوا عصفورين بحجر انه هو بنشق بيشق هو سامعنان الحقيقة لسه عايش الدور عايش الدور بتاع تاني شخصية في المجلس العسكري تفسيري لأمور وانه الشخصية الوحيدة اللي تسبقه اللي هو كان يعني طبعا بيكن لها احترام كبير لشكة فيه المشير طنطوي هو خد بالتراتبية العسكرية كده المشير طنطوي مش عايس طبعا المشير طنطوي مش عايس يعني نعلم جميعنا الآن يعني الأحق بهذا المنصب أنا أكبر منه رتبة أنا كنت نائب رئيس المجلس العسكري بصلا زي ما يكون بيشتغل في وحدة عسكرية دلوقتي وهو القائد الوحدة وده كان حرب الوحدة يعني مثلا فده لا ما تمشيش الأمور اللي هي الأدمية يعني اللي هي الأدمية يعني أغلب تظن أنه ركبه هذا الحلم يعني مخاطره كبيرة لو قلنا أنه ما يصحش يعني التقاليد المؤسسة العسكرية ما يتقدمش منها حد وهكذا احنا شفنا طبعا في الانتخابات اللي فاتت وقالوا أنه الفرق واضح الفريق حسام خير الله ده خلت واحد عسكري سابق وداخل الانتخابات يعني فيمكن دي مقدمة لأنه أي عسكري سابق وصعيح العسكري اللي شال الرتبة بقى مدني زي زمائية البقين إذا ما كانش مسنود يعني من المؤسسة العسكرية إنما ده الفرق يختلف كتير هنا واحد عسكري قدام واحد عسكري هنا أعتقد أي حد من الزكاء مش من الزكاء أي حد عنده وطنية كافية وولاء كافية مش ولاء بس للجيش اللي خدم فيه عمره زي عنان إنما ولاء للبلد أيضاً ما يصحش إنه يفتح الفرصة أمام شق الصف وشق القوات المسلحة بالذات القوات المسلحة ماشي حتنشق بالمناسبة يعني عشان يترشح سامي عنان أو غيره يعني على وجه التأكيد وإنصافاً يعني للفريق السيسيل عمل فرق كبير في القوات المسلحة من اليوم اللي تولى فيه حتى اليوم لأول مرة أظن لأول مرة شافوا الناس كلهم القائد العام ووزير الدفاع وإلى آخره نازل ببدلة الميدان ويجري في الطبور باللبس العسكري ولبس الصعق بيجري في الطبور زيه زي غيره طبعاً شاب ومش زي العسكري يعني متقاعد زي الفريق سامي أنا أظن أنه مخطئ كثيراً مش مخطئ كثيراً في حق المؤسسة العسكرية وفي حق الوطن وإنما ما عندوش الزكاء الكافي اللي يخليني أنا أنتخلوا رئيساً الجمهورية وهو داخل معركة كده على هذا النحو بهذا مش عايز أستخدم الكلمة بغير لائقة طيب أنت نم تلتقي به في فترة المجلس العسكري خالصة لا ملتقتش به هنا لأ وفيه اتنين كمان يعني اللي هو مراد موافي مثلاً أخذها موقفاً أنا مع الفريق أو أنا مع المشيرات فتح السيسيل حتى الفريق أحمد شفيق وهو ينتمي أيضاً للمؤسسة العسكرية قال إذا ترشح السيسي فأنا معه ولن أخوض وأنا أحترم هذا القرار كتير أدرك الواقع يعني على الأقل مدرك أبعاد الموقف اللي هو في ده في كلام كمان عن أنه الأمريكان يدعمون الفريق سامي عنان تعرف أنه آخر رحلة يعني حينما قامت الصورة كان الفريق سامي عنان في الولايات المتحدة الأمريكية وكان صار جدل جدير يعني كتير عن الصلاة إنما لو خدنا بقى الكلام للصلاة بالخارج ممكن نطلع كلام عن أي عضو في المجلس العسكري إنه له صلاة بالولايات المتحدة يعني الشائع هو هذا الكلام وبما أني ما عنديش دليل أقدمه ما حبش أقول في هذا الكلام الجزافي إنما على أي حال حيرضي لا شك مثل هذا الترشيح ومثل هذا الانقسام الدول الغير راضية عن صورة 33 يونيو لا شك حيساعدها كثيرا إنه تحصل هذه الرافكة في البلد وهذه الدول واضح طبعا وعلى رأسها الولايات المتحدة وعملائها في قطر وفي تركيا طيب قبل ما تناول قطر وقناة الجزيرة أعود للمذكرات فيه يعني الأستاذ حمدي أنديل بقيمته وقامته يقوم بالاتصال بوزيرة الإعلام الدكتورة دورية شرف الدين من خلال رسائل على التليفون بعد فض الأعتصامين في ربعة والنهضة ويعني تطلب أن تقدم برنامجا حتى تشارك في هذه المهمة الوطنية التي تعتبرها أنها مهمة وطنية في مواجهة الإرهاب المسلح وأيضا في مواجهة ما يحاك ضد مصر كيف حدث ذلك وماذا كان الرد؟ أنا يوم أظن ده كان الكلام ده في شهر أغسطس وكنت فيه أجازة في مونان وبعت للوزيرة الإعلام حاولت أتصل جابة تليفون ما أمكانشي بعت لها رسالة SMS ولكن أنا مستعد نظرا للظروف الحاسمة اللي بتمر بيها البلد حاليا أنا مستعد للتقديم تعليق قصير شبه يومي بلا مقابل ابتداء من الغد أنا مستعد أجلها على طول يعني للقاهرة مجالي شرد مرة أو الاثنين طلبت من أحد إخواننا في التليفزيون أنه يطلع لمدير مكتبها يقول لها يمكن فيه خطأ ما يعني فلان كلم الوزيرة عدة مرات أو حاول يكلم الوزيرة عدة مرات وبعت لها رسالة وما رضتش فقال له أظن شيء أشبه بشعرف التليفون بتاعها عطلان ولا شاشته شاشته بيزة يعني ولا وقلت أن الكلام ده الحادث ده في أحد درامج التليفزيون برنامج أخونا جابر الأرموكي بلا تعليق يعني صارت الواقعة يعني ففوجئت بعدها طبعا الوزيرة ما رضيتش حتى بعدها يعني وفوجئت بتصريح لها في أحد الصحف بتقول فيه أنها واخدة على خطرها لأن أنا هاجنتها في أحد الفضائيات النمرة واحدة أنا ما هاجنتش الوزيرة ما أم علقتش أصلا أه أنت قلت الواقعة الواقعة بس بتخلط بينه وبين شؤون شخصية هي زعلانة متوقع أكتر من موقف زي ده برضو يعني وزيرة لا تملك مقاومات التولي هذا الكرسي يعني كل تاريخها تقديم برنامج عن السينما يعني لا أكثر أو أقل يعني من نوكة نظري أياما كانت مسكل قناة الفضائية في الوقت اللي كنت أقدم فيه برنامجي في التلفزيون كان يعني كان إدارة فاشلة للقناة الفضائية المصرية في ذلك الوقت وياما أقدمت أنا مذكرات وقتها من متعلقة بهذا لأنه كان برنامجي بيزعف القناة الفضائية أيضا على أي حال مش عايز أخذ في الموضوع ده كتير خوفا من أنه يؤخذ على أنه موقف شخصي برضو مننا كمان إنما داري أنت بتقول أن أنت بادرت عند لحظة معينة يتعرض فيها الوطن للخطر يعني بعد فضل الاعتصامين كان فيه سلسلة عمليات إرهابية مسلحة عشتها مصر يعني أردت أن تقدم برنامجا لتشارك حتى لو قصير يعني لتشارك في هذه المهمة الوطنية طيب فيه فصل مهم أيضا عن الدكتور محمد البردعي تحت عنوان الثورة التي خزلها البردعي لماذا خزلها؟ إحنا نضمينا الدكتور البردعي وكنا من الدعاء لي وكنا شايفين أنه يعني كان أهم شخصية في سنة 2010 لما أطلق معرضته علناً لحسني مبارك وتحدى حسني مبارك ووالده وجمال بأنه حيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة وده راجل واخد نوبل وكان بيرأس منظمة دولية لفترة طويلة وأنا ما كانش لي عليه مآخذ إلا لموقفه بالنسبة للعرق أنا إطلاقاً ما أقولشي أنه كان عميل أمريكا في العرق ما صدقتش هذا القول ودققت في هذا الموضوع كثيراً لأنه كان فيه شبهات تكلمت فيها أنا ورفاقي في ذلك الوقت شفت أنه خطأه هو راح العرق يقدم تأرير إذا كان عندهم أسلحة دمار شامل ولا ما فيش آه راح وبحث وقدم تأرير إنه ما فيش أسلحة دمار شامل لأنه ما قدمه إمتاح بعد الغاز وبتلاثة أيام يعني أنا كنت شايف أنه قصر في واجبه هذا كثيراً ولا اتهمه بما هو أكثر من ذلك عموماً اقتنعنا إنه ده المرشح الوحيد المتاح اللي له وزن يقدر يقفه أدام المصيبة اللي إحنا كنا فيها واجتمعت كل القول الوطنية في البلد في بيته بعد وصوله بعدة أيام آه وأعلننا وقتها الجمعية الوطنية للتغيير أنا كان ليه عليه ملاحظتين على الملاحظة الأولى السريعة يوم وصوله إنه الشباب المعظم اللي كانوا موجودين في المطار كان يميها منها الشباب كان حوالي 4000 واحد في المطار يميها وطيارته تأخرت حوالي 34 ساعات والناس كلها تحملت هذا التأخير يعني وكل حاجة ما فيش مشكلة طلع هو من باب المطار ركب العربية بتاعته وركب وراءه وقفل الإزاز والعربية مش تصرف مش تصرف سياسي مش تصرف واحد سياسي ده حياقود الجماهير شوف الجماهير المستنين ده أول عينة من الجماهير اللي انت هتتعامل معها وكتبت مقال بعدها بكم يوم وقلت فيها هزي الواقعة وإن دي غير مطمئنة بعدين المهم رحنا بيته وأعلننا الجماهير الوطنية للتغيير شفت تاني تقاعس سمعنا كلنا برضو يعني وكل حاجة إنما شفت ما شفتش فيه إقدام الزعيم الزعيم ده لازم يكون عنده بعض الإقدام والجسارة والمبادرة والقوة سمع لنا كتير وظن كان غالبيتنا كانوا فرحانين ببعض إن القوى الوطنية كلها التقت وانضمت تحت لواء واحد وكتير من الناس طلبوا إن احنا نعمل تنظيم اللي هو أصبح الجماعية الوطنية للتغيير وافق على مضض الحقيقة وبعدين طلبنا منه إنه هو يعلن الجماعية الوطنية للتغيير أنا يوميها لما كلمت في الاجتماع واشهد زملائي اللي كانوا موجودين كنا حوالي 35 قلت له يا دكتور برده إن احنا عايزين ضمان منك أنك تستمر في هذا الخط أنك حتى قلت أظن عبارة أشبه يعني ما تخلعش في وسط الطريقة بالضبط ده اللي قلت يعني وربما كان تنبؤ الحقيقة أنا ما كنتش مدرك حقيقة اللي قادم إنما كان على خاطري هذا خلع رفض هو طلبنا منه أنه هو يزيع البيان بنفسه فقال طيب برضو تحت ضغط وافق على أن يزيع البيان على أساس أن لا يفهم إن أنا رئيس الجماعية الوطنية للتغيير أوكي ما يعني مش مشكلة برئيس ولا مش رئيس بعد برضو بعد هي زي حكاية مرسي تقريبا تكررت معايا بعد شهر اكتشفت الأمور بعد شهر من التعامل ما قصت عشان ما قصت عشان يمكن النواية الحسنة أكتر من اللازم إنما لازم تكون قريب من هؤلاء الناس عشان تعرف بالضبط إذا كانوا يستحقوا هدي الثقة ولا لأ لازم تتعامل معهم عن قرب أقول لك من وهذه الأول مرة تتقال إنه مين اللي تولوا مسئولية الجماعية الوطنية للتغيير اللي تولوا هذه المسئولية في ذلك الوقت الدكتور عبد الجليل أنا بقول لك ناس لا يرقى إلى أحد منهم الشك في وطنيته طبعا يعني لا يرقى إلى دكتور عبد الجليل مصطفى أه طبعا الدكتور محمد وريم طبعا الدكتور محمد أبو الغر وأيضا كان والدكتور حسن نفع وحسن نفع دكتور حسن نفع اللي كان هو المنسق العام بتاع الجماعية الوطنية للتغيير وكان هناك أيضا ناس زي الدكتور علي الأسواني وغيره طيب دول كانوا سمونا في إحدى الصحف أركان حرب البرادعي وصحيفة تانية المجلس الوزراء القادم للبرادعي وما شاكلت ذلك طيب دول الناس الأقرب الناس إليك في العمل السياسي في مصر هل تتصور أنه مفيش حد مننا كان عنده رقم تليفونه حتى آخر يوم شفناه فيه يعني المجموعة التي تدير الجماعية الوطنية تدير يا إما من خلال هو بيدير هذا العمل بيديره من خلال شقيقه الأسغر علي البرادعي وإما يديره معانا من خلال الإنترنت نبعث له رسالة ويرد برسالة وما معكوش تليفونه حتى يعني لو فيه أمر مليح يمكن كان الوحيد اللي عنده تليفونه الدكتور حسن نفح لأنه كان مصر كتب قبل كانه كان بيعاني من على صلة منه على صلة بيه من السابق من قبل ميجي من مصر يعني وكانه على صلة ما عرفش كان تاريخ هذه الصلة إيه بالظبط إنه معموما كانه على صلة بعض وكان بيتصل بيه وهو في فيينا فمن هنا جاء التليفون يعني وعنده تليفونه غير كده حدش منه مش مهم يعني إلى أن جينا للحدث الحسن بالنسبالي أنا اليوم اللي قبض فيه على المصريين في الكويت كان كلام ده في شهر أواخر شهر مارس أو إبريل سنة 2010 اللي كانوا بيقيدوا الدكتور بردعي اللي كانوا بيقيدوا الدكتور بردعي بالفانيلات وهم طبعا ما بيطلعوش بالفانيلات في الكويت كانوا طلعين راحين على قهوة يتقابلوا ويتفقوا على يعملوا إيها اتقبض عليهم وعارفين الحكاية ورحلوه من هناك طب إحنا نعمل إيه كجمعية وطنية لتأييد طلعنا بيان فين الدكتور بردعي أولا أنا كنت قتال متحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير فاتشورت مع الدكتور حسن نفعل هو المنسق وكتبت بيان يحتاج على هذا ويعني كان بيان قوي وأبلغناه فيما بعد زي ما بلغناه لكل المنسقين بلغناه للدكتور بردعي فالدكتور بردعي يبعت رسالة يقول فيها أنه أنه هذا الأمر يبعتها بالإنجليزي طبعاً كما هي العادة مش بالعربي يقول أنه هذا الأمر يرجع للحكومة المصرية ما رجعش لينا ولا بد من دراسة قبل ما نطلع إلى أي بيان كان يجب دراسة القانون الكويتي والقانون الدولي العام يعني قاعدين ندير الأمور كما لكنا قاعدين في وكالة الأمم المتحدة بس كده ده بيبيع الشباب يعني شباب تم طرحلهم من الكويت لأنهم يؤيدونك لأنهم يؤيدونك ده أنا راح نستقبلهم في المطار ولو هم في احتجازة أو في مكان الاحتجاز بالضبط حتى يتم الإفراج عنهم بالضبط بالإضافة إلى ذلك يتقل لي أنه أنه كان الاتفاق أنه لا يصدر البيانات الرسمية بتاع الجمعية غير الدكتور البرادة لنفسه تبجبوه منين وبعدين إحنا كنا وقتها في أجازة شام النسيم وهو في أحد المنتجات على البحر الأحمر ثم أنه لم يتفق على هذا على الإطلاق فأنا شفت أنه في دي كذب مش أكتر ولا أقل من كلمة كذب كذب صريح لأنه لم يحدث مثل هذا الاتفاق ولذلك أرسلت له بالرسالة باللغة العربية طبعا مش بالإنجليزي قلت فيها أنه أنا أعفي نفسي من مسؤوليتي لأنه ما فيش حد عيني في هذا المتحدث الرسمي الجمعية مش مش تعييمة إحناش قاعدين في وكالة حكومية فبتاع في نفسك قلت أعفي نفسي وأرجو إبلاغ الإخواني جميعا بهذا من وقتها تركت الحكاية بعد شهر أو أكثر قدية موقف الدكتور محمد البردعي بعد فضل اعتصامين في ربعا خزلان لأنصاره وخزلان للثورة سواء كان في 25 ممار أو 30 يونيو أحترم أي حد يأخذ له موقف مخالف يتنحى إنما أنت كلفت من جانب الجبهة الوطنية الإنقاذ ومن جانب تنسيقية 30 يونيو الجهات التي كلفتك هي التي تعفيك أو هي التي تتشاور معها أو تطلب منها أن تعفيك من هذه المهمة هو ما كانش في منصبه نائب رئيس بلومهورية لأنه محمد البردعي هو كان في هذا المنصب لأنه كان أمين عام لجنة الجبهة الإنقاذ من ناحية ولأنه فيه إجماع عليه من التنسيقية 30 يونيو والجبهة الوطنية الإنقاذ اللي بيمثله عموما جماهير اللي طلعت يوم 30 يونيو وكلفتك أنت بهذه المهمة وكيف تخن على هذا النحو وكيف لا تحترمها لأنك لم تشرح لها موقفك يعني إن سحب هو الحقيقة اللي احنا اكتشفناها كلنا بالمناسبة كل الأسماء اللي قلتها لك اكتشفنا بعد التعامل معاه بشهور أو بأسابيع قليلة اكتشفنا أنه لا يستطيع أن يتحمل المسئولية لا يستطيع أن يدفع تمن المسئولية التي يتولاه هو عايزة يبقى زعيم بس في الخفاءة الزعيم لابد أن يخاطر حتى بحياتي ويدفع ثمناً حتى لو دخل السجون إنما أنت شايف أنه لا يتحمل المسئولية لا يدفع ثمناً بالتأكيد لا يصلح لهذه المهمة كما عرفناه وكلام ده مش بقول لنا الوحدي كلام ده قاله الدكتور حسن نفعة مكتوباً منشوراً في الصحف ومش عايزة أتكلم نيابة عن الآخرين لأنه لا أملك هذا نيابة عنهم لأنهم لم يعلنوا مكتوباً أو منشوراً أنا أكفيك أنه واحد زي جورج إسحاق مثلاً اللي كان من كان مسئول معنا نسيت يمكن أن أذكر اسمه وكان مسئول عن المحافظات هو الدكتور محمد ونيب يوم يوم 26 يناير سنة 2011 يعني تاني يوم الثورة الثورة 25 يوم 26 أنا شفت عنوان في جرائد الصباح بيقول إيه جورج إسحاق ما تكلمونيش عامل برادعي مش عايز أسمع عن اسمه وكان حانق جداً شأننا جميعاً لأنه ما جاش يحضر معنا يوم 25 25 يناير اختفى كالعادة كما تعود لاختفاء طول الشهور من يوم وصوله في فبراير 2020 يعني كمان هو مثل الإخوان ركب موجة الثورة وركبها لأنه البعض قدمه على نوع إيقونة الثورة يعني هو طبعاً لا شك إنه أهم رمز من رموز الثورة ده اللي كان عندنا وقتها يعني بس رموز الثورات كما اعتدنا يذهبون إلى خيام المعتصمين يبيتون مثلهم يعانون مثلهم يقضون الجماهير من الشوارع كنو كنو بنقول على الأقل يقعدوا معنا في نصر مش مش يعني صحيح وبعدنا له يعني ياما كثيراً ما أرسلنا لي في وفي الكتاب هنا تلاقي رسالة من اللي أرسلناها لي بنترجان ويقعد في البلد شوية هو فصل في غاية الأهمية يعني أقول ذلك للمشاهدين يعني مفاتيح بعض الشخصيات التي تلعب دوراً كبيراً في حياتنا من المهم أن نفهمها وخاصة حتى أنت حدثك بادئ بالمشهد البديع الذي يشكل بداية البردع في مصر حينما جاء ريال واقع اللي قلتها في الأول واستقبله الشباب بالآلاف ولكن هو أغلق زجاج السيارة وركب العربية بسرعة ومش وفض القافل الشباك لغاية النهاردة ده أعتقد يعني هي مفتاح الشخصية منعزل عن الناس منعزل عن الجماهير يعني ربما إما يتأفف وإما يتكبر وإما أنه لأنه العمل الثوري يحتاج احتكاج جماهيري وميدان صحيح طيب هل موقفه أيضاً قبل ما أفل الموضوع ده هل يعني أدى إلى ممارسة المزيد من الابتزاز على مصر يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كانوا يقولون إذا كان نائب رئيس الجمهورية الحاصل على نوبل أخذ هذا الموقف وبالتالي أنه فضل اعتصامين جريمة وقاصوا ذلك على موقف الدكتور البردعي كل من عاد مصر ولا زال يعاديها استغل هذا الموقف لا شك في ذلك هذا الموقف اللي خده الدكتور البردعي مع احترامنا مرة أخرى لأنه كل واحد يأخذ الموقف اللي يريحه إنما بالنسبة للبلد هذا الموقف ساند كثيراً أعداء مصر في الداخل وفي الخارج ساند أعداء مصر في الداخل وفي الخارج لا شك في ذلك ما فيش بلا جدال عندي يعني طيب بعد الفاصل وده الحقيقة احنا بنمزج بين لأن الكتاب هو صحيح في أجزاء كبيرة عن الماضي وعن مسيرة الأستاذ حمدي أنديلي يعني هو ليس للإعلاميين ولكن يمكن لكل إعلامي أن يستفيد منه يعني الكتاب مش طالع للإعلاميين وليس للسياسيين ولكن يمكن لكل سياسي أن يستفيد منه أيضاً وليس للعامة فقط ولكن يمكن حتى للناس البسيطة أن تستفيد من هذا الكتاب اللي أعتقد أنه من أهم الكتب هي رحلة الأستاذ حمدي قنديل في دوائر الإعلام والسياسة حواصل معاكم بعد الفاصل في أسئلة كثيرة وفي محطات في غاية الأهمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر